بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة مثال بلغت التكاليف المتغيرة المتغيرة لإنتاج الوحدة من المنتج الرئيسي X على النحو التالي 30 ريال مواد مباشرة 10 ريال أجور مباشرة 20 ريال تكاليف صناعية غير مباشرة كلها تتبرد سواء الرقم هذا أو الرقم ده كله مجموعة متغيرة عرفت منين لإنك بلغت التكاليف المتغيرة هو آيل صراحة وإن نسبة هامش المتغيرة 20% احسب سعر بالوحدة بناء على نسبة إضافة للتكاليف المتغيرة الحل نجيب نسبة الإضافة نسبة إضافة تساوي نسبة هامش المتغيرة على 1 ناقص نسبة هامش المتغيرة نعود نسبة هامش المتغيرة نسبة هامش المتغيرة 20% سمع على 1 ناقص إلى 20% تطلع بالآلة الحزمة 25 من مية أبدأ أجيب سعر باية الوحدة سعر باية الوحدة سعر باية الوحدة تساوي التكاليف المتغيرة الوحدة مضروف فيه في تحقص 1 زائد نسبة الإضافة التي نحن حسبناها دلوقتي نعود التكاليف المتغيرة الوحدة كانت معطى 30 و 10 و 20 مواد مباشرة أجون مباشرة وتكاليف غير مباشرة نجمع مجموحهم 60 مجموحهم 60 1 زائد نسبة الإضافة لها 25 من 100 عندما أجمع 1 زائد 25 من 100 تطلع 21 من 100 أضرب 60 في 1 و 25 من 100 تطلع 75 مثال آخر مثال آخر تخلي بالك معي في المثال ده لو جيت لك بلغت التكلفة بلغت تكلفة كلية للوحدة المرة الفات في المثال الفات كنت أخبرك التكلفة المتغيرة للوحدة التكلفة الكلية للوحدة 100 ريال تتضمن 40% ثابتة أفهم من كده إيه إن 60% الباقي متغير هو ده اللي يهمني طيب ونسبة التكلفة المتغيرة معطى نسبة تكلفة متغيرة نفترض إنه معطى بـ 80% المطلوب احسب سعر بيع الوحدة على أساس نسبة إضافة اللي هي المارك أبريشو طيب نجيب إزاي نجيب الأول للتكلفة المتغيرة أقول تكلفة متغيرة للوحدة للوحدة ستساوي المية دي كلية في منها 40 ثابت يبقى أردربها في كام في 60% اللي هي مكمل النسبة دي المكمل يبقى يطلع التكلفة المتغيرة 60 ريال نسبة هامش المساهمة بتساوي مكمل نسبة تكلفة متغيرة طيب التكلفة المتغيرة 80% التمانين دي يبقى المكمل بتاعها كام إلى 20% بقى عندي الاتنين دولار أقدر أطبع بنفس خطوات التمرين اللي فات حاول نسبة الإضافة بتساوي نسبة هامش المساهمة اللي احنا حسبناها عندنا كام نسبة هامش المساهمة 20% مقسومة على واحد نقص نسبة هامش المساهمة اللي هي 20% تطلع 25% طيب سعر بيع الوحدة اللي هو ده المطلوب عايزين نعمله بيساوي ايه تكلفة متغيرة للوحدة مضروب فيه افتح قوس واحد زائد نسبة الإضافة عوض كده تكلفة المتغيرة الوحدة حسبناها بكام 60 ريال 60 ريال افتح قوس واحد زائد نسبة الوضافة اللي طلعناها 25 من مية يبقى تساوي 60 ضرب 1 و 25 من مية تطلع 75 ريال لكل واحدة هي نفس نتيجة نفس الأرقام بس أنا غيرنا في شكل الأرقام في بدايته اشتركوا في القناة